دلوقتي جمعتكم معه خيروا الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز برعاية مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بهية في ظهر كل ست مصرية على نجوم فقام نجوم فقام على كيفك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن ولاه مستمعين الأكارم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء لمن المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم فم أسأل الله العلي القدير أن تكونوا جميعا بخير ونعمة وعافية وستر وأن يمن عليكم بصلاح الأحوال وراحة البال اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين نسألك يا مولانا فلا تردنا خائبين فلا خاب من أنت مولاه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجدوا وقلت يا أملي وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يردوه من أجمل الحاجات يا حضرات ومن أعظم الأمور لما سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام مر بمحنة شديدة لفقد ولده ولده ابنه يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام وبعد شوية فقد تاني ابنه الكبير لما جه مصر وقال لهم لأن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي لا لا دارش أرجع فلسطين أقول أبويا إيه أقول له يوسف ضاع الأول وبعدين ضيعنا بن يمين رقم اثنين أنا مش راجع فلسطين حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين المهم سيدنا يعقوب أعلنها مدوية قوية بقلب واثق في ربنا وقلب مطمئن بالله قال إيه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يعني إيه بث عارف أنت أما الفلاح كده يجي يرمي البذرة بينشرها في الأرض أنا رجل فلاح قديم يعني فلاح سابقا فالبث الهموم والأحزان اللي بتخالي الإنسان كأنه ممزق شوف إزاي ممزق زي البذرة اللي مترميه في الأرض كده فسيدنا يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لما لجأ لربنا ولما شك هم لربنا ولما تضرع لربنا ربنا نصره ورد إليه ولده شوف سبحان الله ولما جاء البشير بقميص يوسف ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال إيه قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون كنت تعلم إيه سيدنا يعقوب عشان إحنا ما نعرفوش قلنا كان يعلم إنه النصر مع الصبر تصبر ربنا حينصرك كان يعلم يعقوب عليه الصلاة والسلام أن الفرج مع الكرب طالما فيه كرب يبقى فيه فرج كان يعلم أن مع العسر يسره مفيش عسر يا حضرات مفيش عسر يجي من غير يسر مفيش مش ممكن مش هيحصل شوف يعجب ربنا ربنا بيعجب طبعا يعجب من إيه من قرب غيثه إن فرجه قريب 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 وقنوط عبده يبقى العبد قانط وياس ومحبط ومكروب وكئيب ومحزون ومهموم وكأنه ربنا بيقول له تابو صبر ده خلاص ده مفيش ده يعني ده النصر قادم ده الفرج جاي سبحان الله العظيم اقرأوا قرآن ربنا يا حضرات لتعلموا هذا الأمر طيب تعالوا بقى نتكلم في هذا الملف خاصة وإحنا في شهر اكتوبر وبنتذكر الأمجاد والبطولات وبنتذكر كيف ربنا نصرنا في حرب التحرير اللي هي العاشر من رمضان ستة اكتوبر ربنا نصرنا لإننا قلنا الله أكبر ربنا نصرنا لإننا كنا أصحاب حق ربنا نصرنا لإننا لجأنا لربنا مش بس إحنا أعدين القوة وعملنا بأسباب النصر و بسموها الجهازية القتالية عملنا تمرينات وتدريبات واتمرنا على كل حاجة لا كان عندنا إيمان شديد بربنا سبحانه وتعالى عايز النهاردة بمشاعة الله في الدقائق المعدودة ديت أكلم حضراتكم هي دقائق معدودة حوالي ساعتين يعني إن شاء الله أكلم حضراتكم رسالة إلى كل مكروب رسالة إلى كل مهموم رسالة إلى كل مظلوم رسالة إلى كل محزون إزاي نخرج من عنق الزجاجة إزاي تخرج من القرب بتاعك إزاي ما تحملش هم ليه ما تحملش هم لأنه باختصار لما ربنا يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله ها لنا كتب الله يعني ربنا اللي كتب آه طب يا أخي يا أخي عب بقى عب بقى والله ما يصحش كده عب بقى لازم احترم نفسي يعني كتب الله خلص طالما كتب الله هو أنا حناقش بقى لأ ومش إيه وكتب الله لنا يعني مش كتب له سبحانه حشا أو مش كتب علينا مع إنها بدأ بمصيبة كل أن يصيبنا بكامعة مصيبة قال لك إلا ما كتب الله لنا يعني إيه لنا كله لمصلحتك إزاي يعني إزاي إيه الطبيب في الدنيا لما يمنعك من أكل المسبك لمصلحتك لما يقولك نام بدري لمصلحتك لما يقولك خد الإبرة دي قال لإبرة يعني عايز تدخل حديد في جسمي لمصلحتك شفت إزاي عايز أتكلم معاكم في الملف ده بس خلوني الأول أقول لحضراتكم إننا يعني في شرف استقبال مكلمتكم على رقم 3835 022 الرقم مرة أخرى 3835 022 طبعا اللي بيتصل من خارج القاهرة أو من أي تلفون محمول ما تنساش الله يسترج 02 الأول ومعادي 3835 022 022 ويبقى موضوعنا إزاي نخرج من الهموم والأحزان والكروب والمصائب إزاي نعيش الدنيا أصحنا نعيشها مرة واحدة يا حضرات مش مرتين ولا ثلاثة يعني زينة استمتع على قد ما تقدر كل من حرم زينة الله التي أخرجها لعبادة استمتاعك بالطيبات من الرزق وبما أحل الله عز وجل وإنه يبقى عندك حالة من الرضا ده محتاج إيمان قوي ومحتاج عدة أمور لازم نقولها مع بعض واحدة واحدة خلونا الأول ناخد أول اتصال معنا ونكمل مع حضرتكم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا اتفضل يا أستاذ أهلا بحضرتك يا فانس أهلا بحضرتك تفضل سمحتكم فعيزة أسأل حضرتك سؤالين تفضل أول حاجة بخصوص الزوج اللي بيطلع كل أصرار بيته بره الله يهدي ادعيله أصرار زوجته يعني من الألف للياء أصرار بيته كل حاجة كل حاجة بيقولها بره بره السؤال بره أنواع يعني بره لأمه بره لأصدقائه لأهل زوجته كلهم والأصدقاء لأهل زوجته أيوة يعني لحمه حماته يعني أيوة أخوتها ده من باب الشكوى يعني آه كله كل حاجة آه من باب الشكوى هو مش بيطلع أصرار بقى هو بيشتكي لا مش مش حكاية شكوى يعني كل حاجة يعني أكيد أكيد يعني لو هو كان مبارح صهران وقدامه ترطايا ودستة شمع بقى مش أقولهم مبارح أنا قلت صهران صهران ملوكي لا بيحكي بيحكي برضو دفقري بقى آه والله عظيم يا فندبوس كل حاجة يا شيخنا كل حاجة كبيرة صغيرة لو في حاجة هو في التلاتينات ولا في الأربعينات خلاص دخل على الأربعين معلش لسه شاب ما حدش قاله معلش لازم لازم فدي مشاكل مشاكل يعني سبعتشر سنة طبعتشر سنة دلوقتي على فكرة أنا يوميا مرات قبل الظهر عندي قرص كده باستقبله مشاكل زوجية خلوني أقول لكم والله أكون صريح معاكم يا جماعة في حاجات كتيرة قوي ما تقلتش لا للراجل ولا للست فهمتي أيوة مهلا يعني ده لو حد قعد وقال له اسمع يا ابن الناس من أشد أنواع الأمانات الأمانة الزوجية وإنه من أشد أنواع الخيانة من أشد أنواع الخيانة خيانة كبيرة قوي عند ربنا إن حد يفشي أسرار الزوجية ما لقاش حد يقوله كلامنا شفت إزاي فمحتاجين نقول الحاجات دي يا حضرات طب يعني أي حد يقوله يا مشايخ اتكلموا عن بير الوالدين والله العظيمة عملت حلقات عن بير الوالدين اتكلموا عن صلة الرحم والله يتكلمنا اتكلموا عن العلاقات الزوجية والله يتكلمنا بس الناس اللي ما بتشوفش والله والله يا القضيلة الشيخ بيشوفه وبيسمعه وبيعمره العكب يعني جوزك عارف حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه من أشد أنواع الخيانة إصرار إفشاء إصرار الزوجين والله 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 يعرف والله يعني أنا مش عارفة مش عارفة يعني انت عرفته إزاي إنه عارف طيب أنت بيحتحلف بالله كده يمين مغلص أو الله ما صلى عنه انا بشاغل على طول بنسمع سياستك وبنسمع كل الشيوخ يعني لا ما أنا عايز أقولك على حاجة أنا لو أنا قاعد بتفرج على برنامج ما بفهمش منه ولا عاشرة في المجا حي أصلحنا الرجال أسماعين أنا ممكن أبعد بص حضرتك أنا ممكن أبعد قدام حد هو بيتكلم إعرفوا دي عننا أنا بتكلم كرجل دلوقتي أيوه ممكن بالي ينشغل بحاجة أنا ما قدرش يركز على في ملفه واحد الرجل طبيعة الرجل ما يدرش يركز على في ملفه واحد بس فلو في شغلوا أسرحت عن اللي قدام بفهمش أي حاجة إنما الستة اللي هو ما صلى عن النبي ربنا خلقت فكر في أربع خمس ملفات فوقت واحد أي يبقى واد بيذاكر واد في الحمام وحاجة على المتجهز وبنت في التمرين ويمركزة مع الكل أي شفت إزاي لأ يعني فعشان بس قد تقولي قاعد 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 هو ما بيشتغلش قاعد بتفرج عليها ما بيشتغلش أكيد لأ فبرضو أنا مصر إنه يا جماعة في ملفات الحياة الزوجية كثيرا من الأزواج الزكور بيجهلوا وكثيرا من الأزواج النساء بيجهلنا بعض الحقوق والواجبات وأنا أقسم بالله إن ده بيحصل أنا بجاعد مع واحدة فاهمه ألاقي في حاجات كتيرة قوي مش فاهمها مش عارفها ما حدش ألعاله بجاعد مرته قاعدة قدام وقال لي بنت الناس مش ربنا قال كذا 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 لنفروض تعملي كذا 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 لا أم وجهت ولا خلى نصحت ولا عم قالت بيحصل فأنا عايز أقول إنه رقم واحد في حياتنا لازم يا جماعة اللي يجي يتجوزوا يتفقوا على كيفية إدارة الحياة الزوجية إحنا ما بنعملش كده إحنا بنتفق على لون الستاير بنتفق على البلاط بنتفق على المطبخ والله بيتفقوا على أدق التفاصيل أدق التفاصيل المقابض المقابض بتاع الدراج بتاعة المطبخ تبقى إيه ولونها إيه وسمكها إيه وحجمها إيه يتفقوا على كل حاجة إنما نيجي بقى تعال يا ابني إنت هتتجوزوا الإسبوع الجاي أيها عم الشيخ إنت عارف يعني إيه زوج تعارف يعني إيه إدارة الحياة الزوجية طب إنت عارف طبيقة المرأة هتعرف تتعامل معها إزاي طب إنت كل ده ما يعرفهوش أيها محضرتك ده إحنا 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 كشرقيين الراجل عنده مفهوم الرجولة أو مفهوم الزوج حاجة إنه أنا سيسيد هو مش واخد باله إنه الرجال قوامون القوامة يعني الحراسة والقيام على مهم البيت هو مش واخد باله من الجزئية دي يعني إنت قوام يعني إيه قوام حضرتك قوامون يعني إيه قوامون يعني يقومون بتدبير كل احتياجات البيت في حد بيعمل كده جاوبين يا أستاذ لا صباح جوزك اللي بينزل يشتري العدس والبصل وبيناء الطماطم وبيجيب الخيار والحاجات دي طب إنت قلت سؤالين ده السؤال الأول تمام بالسؤال الثاني بالسؤال الثاني ابني ثانية ثانية يا خندن يتعد علي بالقول وبالإيد أبوه فين من المهزلة دي للأسف يعني ما أنا باشتك الحضرتك يعني الشكوى لله وحده إن بابا برضه هو السبب في الموضع ده لا سمح الله لا سمح الله بيهينك قدامه يعني أكيد طبعا أكيد فهو بيعمل كل حاجة طيب يعني هل في موقف من المواخف ابنك عملك وحش وكان أبوه موجود في الموقف أيوة يا خندن أي بقى سقف له مسلا ولا ما قالوش ما عقبوش ما ردش علي ما ردش علي أقربها أقربها بالليل والنهاردة طبعا والده مشي فهو تطول علي صبح وقل له عيب يعني أنت بيتكلم والدتك ما بتكلمش عيلة صغيرة قدامك ولا بتكلم حد فعادي عادي يعني ولكنك بتكلمه طب ما اشتكتيش لأبوه هو بابا بقول لحضرتك حاليا أنا هو ما بيكلمنيش خاصة يعني بسبب لما كان بيكلمك يا أستاذ لما كان بيكلمك أما كان بيكلمني ما هو أكيد مش مشكلة ابنك دي والدة الشهر اللي فات يعني لأ لأ بيكلمه مرة وخلاص عليك ده هو أصلا مالوش دعوة بتربية العيال يعني أنا ما توجعيش دماغي مثلا طب هو مالوش دعوة بتربية يعني أنت اللي بتربي أيوة يا فندي طب حلوة أو ربيت أبو سنوية ده ربتي إزاي طيب لما طلع كده يبجح ويتنح يعلم ربنا والله وبحق دي جمعة يعلم ربنا إننا بقيم الليل ربنا يتقصب قرأت قرآن قدامه وصلاة وعبادة ودايما أصلي في صلاة الفجر دايما أحس إن هو ينزل يصلي في الجامعة يا أخت الكريمة أخر ما دايولي مالكيش دعوة بي مالكيش دعوة بي أصلي في الجامعة ما صليش في الجامعة المهم إن أنا بصليه خلاص طب يا حبيبي طيب اعمل بصلاتك والله والله صادق الله يسترك ما تحلفش بالله يا أختي أنت كلامك مصدق من غير يمين تفضل كملي هو والده هو والده أصلا يعني ما كانش بيصلي وأنا سعبت معي وأخر ما زي إدخلت أنا ما سمعت الشيوف خلاص يعني بيت أنصح وخلاص طيب ولما جيت قدم لك هو ما بيصليش الجوز تلي لا دا كان كان جايلك شيخ لا 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 كان والدي والدي بقى هم أمروا كده خلاص أنا كلمتهم في حكاية الصلاة ديت يعني ما تركزيش بكرة 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 ربنا يهدي أه بكرة ربنا يهدي وهزداد عفراته وأول ما جاء أول ما جاء والله ويعلم ربنا برضو عشان بقى الحلفان أول ما جاء والأول حدا سألتها عنه الصلاة أنا الحمد لله الحمد لله وديت يعني فضل من ربنا مش مني أنا طيب أنا أنا هقولك على طريقة حلوة هقولك على طريقة حلوة تتعامل بيها في هذا الملف شكرا لاتصالك وربنا يهدي لك زوجك وابنك اللهم أمين بصي حضرات الأنباء إجمالا في ملفتنا وانا النهاردة عايز أكلمكم عن الهموم والأحزان والقروب وإزاي نطلع من الموضوع ده قال تعالى من أوائل النداءات القرآنية للمؤمنين خدوا بالكم دي أول باقة نداءات للمؤمنين جات في القرآن في صورة البقرة كان أول نداء للمؤمنين في صورة البقرة يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا القرآن كان بيعلمنا الأدب مع رسول الله نقول إيه وما نقولش إيه قل ولا تقول ما تجيش بقى لما نقولك قل دي وما تقولش إيه أصلا أنا نيتي وصحابك نيتهم حلوة قوي فلها صحابك أنا بقولوا للنبي راعنا راعنا يعني من الرعاية كلكم راعن يعني أنت أنت الراعي لنا يا رسول الله خد بالك مننا يا رسول الله أعلمنا وأدبنا وقول لنا يا رسول الله راعنا صح؟ من الرعاية في حاجة؟ مش عنا ندلنا الرعاية الاجتماعية رعاية الأطفال رعاية الأيتام رعاية صح؟ ماشي الراعي كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعيته كلمة حلوة مش وحشة يعني إلا أن اليهود كانوا بقولوا للنبي راعنا من الرعونة يعني أرعن عزو بالله ده علم سوء أهو ما كانوا كده وطول عمرهم كده لين بألسنتهم وطعنا في الدين بيلووا الكلام كده وبيستخدموا بطريقة خاطئة فجي القرآن قال للمؤمنين ما تقولوش راعنا وقولوا انظرنا السؤال الأول كل الصحابة اللي حاولين النبي لما بيقولوا راعنا كانوا يقصدوا بها إيه؟ الرعاية بيقصدوا بها خير ولا شر؟ خير نيتهم فلة معين نيتهم فلة وأصدهم حلو ونيتهم طيبة وهم عظماء وهم رضي الله عنهم ورضي الله عنهم أهلهم برضو ما تقولوش الكلمة دي لأنه لما بنيجي نوجه حد النهاردة قل ولا تقول لك ما تقفش على واحد عم الشيخ ما حبكتش يعني ربك رب قلوب يا عم أقسم لك بالله أنا عارف والله عارف فيه زي قلوب الصحابة ها؟ تقول لك ده قلب خصايا هو منتهى النقاء والصفاء الصحابة رضي الله عنهم ومع هذا اللهم برضو ما تقولوش الكلمة دي طيب اللي بعد كده بقى في القرآن في صورة البقرة أول نداءات جات في صورة البقرة منها يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة على فكرة كلنا كلنا مقصرون في هذا الأمر القرآن إحنا إحنا باش عندنا صبر والله يا أخي أنا مش عارف والله أنت أخواتي وحبيبي بكلمكوا على هو والله باللي في قلبي الناس باش طائق نفسها مش طائق هدومه أصلا حيطيقنا ده الناس تحس أنه هو يعني بقى تروحه في مناخيره على أقل حاجة تحصل خناه ليه كده أنا مش فاهم الصبر يا جماعة الصبر اصبر 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 في كل حاجة الصبر الناس بتحسدني أصبر أصبر على كيد الحسود فإن صبرق قاتله فالنار تأكله بعضها إن لم تجد ما تأكله أقسم بالله وإحنا بدئين حياتنا يهما مرينا بصعوبات ولا كنا نقدر نروح نشتكل أبهاتنا وأمهاتنا الشغل تخيلين أن إحنا اتخرجنا موظفين تعبنا وكفحنا والله كفحنا كفح رهيب الصبر ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد تريد النفس أن تبلغ مناها ويقبى الله إلا ما يريد لا الزوج عايز يصبر على امراضه ولا الست عايزه تصبر على جزء لا المعلم عايز يصبر على تلامزته ولا التلاميذ عايزين يصبره في التعليم وفيه إيه فيه إيه ده إحنا ده إحنا أحيانا بيتم استدعاء أولياء الأمور بروح المدارس عشان عيالنا ما خرجوش من البيضة وتلاقي المعلم أو المعلمة عامل عقله بعقل طفل إيه ده فيه إيه فيه إيه ده عيل إزاي ما جابش المفروض أول ما يدخل يطلع الكتاب ويحطه إيه عيل خمس ست سنين عيل ده الصلة بتاعت ربنا ما بنأمرش بيها اللي من سن سبعة وما نبدأش نعاقب عليها اللي من سن عشرة عشرة يعني عشرة يعني يبقى الواد بقاله في المدرسة خمس سنين لا خمسة إيه ستة كمان قلت لا عصلا مش كيجوان وكيجيتو قولة وتانية وتالتة ابتدائي كده ده عملولنا سنة قبل كيجوان كمان شفت إزاي فليه إحنا بنعمل في نفسنا كده الصبر نصبر على بعض شوي النبي قال واعلم أن النصر مع الصبر اللي نصر أهلنا في تلاتة وسبعين من أهم الأسباب الصبر جنودنا قعدوا من سبعة وستين لتلاتة وسبعين تدريبات وكفاح ده دخلوا الجيش ما خرجوش منه لما جابوا الناصر النهاردة اللي دخل يقدي خدمة عسكرية بيقضلوا سنة ولا حاجة يعني كأنه إيه ده إيه عم وأنت شفت جيش أصلا هو اللي أنت في ده جيش ده أنت لما تقارن نفسك بالأجيال السابقة تريد أن أنت مدلل ولأن النهاردة اللي راح للمدرسة وأنت شفتوا مدارس إحنا كنا بنمشي للمدرسة تمشي لك تلاتة أربعة كيلو إنت وظروفك إنت ونصيبك كنا شفت كنا برق المدرسة بمريالة في ابتداء مريالة اللي ما لا يعلم يعني ولدنا لسامين دلوقتي تخلي بابا وماما يحكولك اصبر يا ابني اصبر يا بنت الناس لو أمي ما صبرتش في تربيتي ما كنتش أنا طلعت لأنا ولا أخواتي الصبر النهاردة عندها عيلين بتكل بيهم عندها عيلين واحد في وواحد في قولها بتدائي اللي علخان إني أنا أنا بيش عارف أعمل حاجة مع أنه كل حاجة عندها برمود كنترول لا رمود إيه ده رمود ده موضة بطلط ده بقول أخوانا لسه حامسك الرمود وأدوس ولا روح أدوس على الزرار عشان الكرابة تنور ده عمله لسنسور دلوقتي تمشي الكرابة تنور تسيب المكان الكرابة تفصل إيه ده إيه ده حاجة عجيبة جدا طبعا أنا أقلوكم ما يروحش البعيد الكرام ده أنا بسمع عنه بس ولكن أكيد الشيخ عنده اللي بتاع ده والله ما عندي شوفوا إزاي فا الشاهد في الأمر قرآن من الأول من بداياته يقول لي استعينوا بالصبر وإيه كمان والصلاة ما سمعش هاي بقول لي احنا بنصلي صلي طب صلي صلاة مطابقة للمواصفات طب بلاش ربنا قال من أسباب إزاحة الهم والغم والكرب قال في القرآن إن الإنسان خلق هلوع هلوع ده يعني إيه هلوع إيه هلوع ده هلوع ده مرض مرض اسمه الهلع الهلع وبعدين بيقولوا عليه باللغة الإنجليزية بانيك عنده فزع كده هلع اسمه زاله الهلع يعني الهلع ده موجود في القرآن إن الإنسان خلقها هلوع والطول يعني قال لي إذا مساه الشر والجزوع يعني لو تشوق بإبرة إلحقوني يا ناس أنا مش عارف حظه إليه إبرة شوقته يعني عارف إنت أنا مش عارف إليه جرالي أنا مش عارف إيه أنا شاف الدنيا معكساني ليه إيه يا عم إنت ديام قمت إذا مساه الشر والجزوع طب وإذا مساه الخير منوعة قال إلا المصلي اللي بيصلوا مش كده طيب لو اللي بيصلوا كده يبقى في حاجة غلط هو بيصليش صح بقى الصلاة بتطمن القلب وتطمن النفس وبيجيب استقرار وهدوء نفسي وراحة كان يقول أرحنا بها يا بلال طب بنصلي بنستريعش لا المشكلة مش في الصلاة هذا المشكلة في نحن بيحرم نصلي صلاة تانية طب أقول لكم يعشان ما تقولش عليكم تعالوا أديكم استراحة كده نطلع لفاصل وارجع بعد الفاصل أتكلم مع حضراتكم بشيء أكثر وضوح بشيء منمق مرقم كده رقم واحد يعني نعمل إيه بالزبط إحنا عايزين عايزين نحل مشاكلنا أختنا الكريمة السائلة اللي اتصلت دي عندها مشكلة مع جزء عندها مشكلة مع ابنها طب إحنا إزاي نحل مشاكلنا إزاي نتعامل تعالوا نعرف ذلك بمشاكل الله بعد ذلك الفاصل ابقوا معنا أكرمكم الله برعاية مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدية بهية في ظهر كل سنت مصرية على نجوم أفقام اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حال بصوا يا حضرات ربنا خلق الدنيا خلق الموت والحياة اللي يبلوكم فهي دار ابتلاء ودار محن يعني الشتاء هيجي الجو حيمطر ما تقوليش بقى عندكش دعاء يمنع المطر وفي حاجة اسمها كده كتب الله السماء تنزل مية إنما عندي طريقة أخرى إنك تمسك الشمسية إنك تلبس جواكت كده ووتر بروف فما تتبلش يعني إنك تستظل يعني تقولي أصلي في الصيف والحرق يا سيدو شغل مرواحة قعد في تكيف يعني إنما ما تقوليش ما تمنعونا الشمس بقى همناعلك إزاي دي هنمنعها إزاي فالابتلاءات موجودة في الدنيا كيف الإنسان ينتصر على الهموم والأحزان رقم واحد أحنا قريناه في صورة البقرة أربنا قال استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا على قضاء حوائجكم استعينوا على مواجهة التحديات استعينوا على إنك تقّل هموم والأحزان بالصبر والصلاة استعينوا على النجاح بالصبر والصلاة استعين على الرزق بالصبر والصلاة استعين على التعامل مع الناس بالصبر والصلاة استعين على كل حاجة بالصبر والصلاة ده هو فتحالي بالصبر اصبر وصلي صلي بقى ويدعي ربنا يعني ايه صلاة تعرفين لي اسمها صلاة هي صلة بين العبد والخالق انك تبقى دائم الوصل ده انا بوصلك بربنا يا اخي بقولك خليك متصل بالله اللي الدنيا دي كلها بتاعته اده رقم واحد ايه رقم اتنين ناخد اتصال وقول لحضراتكم عليه ان شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا انا اسمي عبدالله اهلا يا عبدالله انا لو سمحت شهر رمضان عندي مشكلة بس امرني يا عبدالله عندي حالة عدم رضا ايوة مش عارف ليه كل ما حاجة تحصل لي في اي حاجة ابتلاء بقى اي حاجة حتى لو نعمة حاسب برضو بعدم رضا الموضوع ده من زمان ولا حديثا لا حديثا من ساعة ما دخلت سنة من ساعة ما دخلت ايه سنوي انت في سنة كام يا حبيبي انا حاليا ندخل جمع الله يوفعك يعني خلاص خلاصت الثانوية ام اه داخل كلية ايه ادبي ولا علمي الاول انا كنت اه علمي علمي وجات لك كلية اللي انت عايزة ولا كلية تانية الحمد لله جات لكلية اللي انا عايزة بس برضو حاسب بعدم ارتياح الفترة دي بس مع انك كلية اللي انا عايزة ايه عارف ليه بتقول ايه عبدالله حضرتك بقولك مع اني جات لكلية انا عايزة بس برضو حاسب ان انا مش راضي بص يا بص يا عبدالله يا حبيبي خلينا بس في اطار الكليا الاول تمام احنا عندنا محورين مهمين جدا المحور الاول اي شيء جديد في حياة الانسان الطبيعي بيبقى متخوفه الان اي شيء جديد في حياة الانسان الطبيعي اللي بيحس اللي عنده مشاعر زيك كده يبقى بيحب واحدة بقاله خمس سنين ويوم ما ييجي تجوزها يبقى متوتر وهالان وخايف ويطره وهيحصل ايه وفاهمني فده شيء طبيعي تمام ده محور يعني ممكن الانسان الطبيعي بيقدم على اي حاجة يبقى رايحي حجة مثلا اهو مستنى الحجة بقاله سنين وهو متوتر واول ما يحرم كده وخايف والان يا ابني مش دي اللحظة اللي تقلت بتستناها اه ده شيء طبيعي معايا تمام بيبقى الان لعدة اسباب خايف من الفشل طيب ربنا قال وعسى انت كراش انا وخيروا لكم معسى انت حبوش انا وشروا لكم طيب يا ربي ده خير ولا شر فده طبيعي حتى في صورة المؤمنون الله يقول والذين يؤتون ما آتوا بيعملوا خيره وقلوبهم وجلة الان وخايف واضح تمام بنبقى حفظين القرآن كله واخدين مركز اولى ودخلين امتحان هو بالنسبة لنا امتحان متوترين انا فكر مرة اخويا قال لي وانا دخل امتحان كان عندي امتحان قرآن قال لي انت خايف من ايه مم مش انت حافظ قلت له اه قال لي طيب انت لو دخلت تمتحن شفاء ودلوقتي اللي هيمتحنك هيجيب لك ايه من بره المصح لا طبع قلت له قال لي تمام بالخايف ليه عشان احنا طبيعتنا كده كنفس بشرية صح ولا لا اه اده رقم واحد فهدي نفسك الامر الثاني بقى من علامات الساعة تلاقي انه في ناس بتتحسد احنا عندنا غلطة كده يا عبدالله عملناها من زمان بقينا نفتع عينينا كتير عارف يعني نفتع عينينا كتير ربنا قال لا تمدن عينيك احنا بينا نشوف مين فلان جاب فيلا مين فلان جاب اصر مين فلان اشترى عربية جديدة والسوشيال ميديا ساعدت على كده حضرتك ايه العوامل اللي ادت لذلك ده موضوع اخر فاهمني يا حبيبي يعني ايه اللي وصل الناس لكده بقى هتقول لي بقى السوشيال ميديا هتقول لي بقى الاعلام هتقول لي المسلسلات اللي بقى تجيب البطل والبطلة بقى قاعدين في اصور وعربيات احدث موديل والحاجات ده كل ده اسمها العوامل انا بكلمش على العوامل انا بتكلم على المرض نفسه ان فلان ده عنده كحة او فلان ده عنده برد ايه اللي ادى الى البرد هل استحمى وخرج هل اتعرض لنزلة برد هل كان في مكان مغلق وحد اصفوش كل ده بكلمش فيه فاهمني يا عبودة فاحنا دلوقتي دي من الامور اللي بتخلي الانسان عنده حالة من عدم الرضا انه انه بص للي فوق ما بصش للي تحت في حين ان الشارع الشارع بيقول انظر الى من هو دونك فانه احرق لا تزدري نعمة الله عشان تحس بالنعمة اللي انت فيها بص للي تحت منك لا هو الواقع انه ناس كتير او بقاش تبص تحت منها بقى تبص فوقيها صح ولا لا تمام يبقى جاي بموبايل للنهاردة وفرحان بي جدا 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 اصلي ده رقم تلاتة موبايل رقم تلاتة فلقى واحد جاي بموبايل الموديل بتاعه رقم خمسة يتنكد عليه بقى طب ليه يا ابن الناس راح يشتغل في مصلحة هياخد خمسمائة جنيه ام صاحب الشغل الده لسبعمية حلوة ولا وحش حلوة طبعا المفروض يسجل لله شكر وهو خارج مع زميل وقال له ودك ايه قال له اداني الف يتنكد عليه هلا ليه يا ابن ده انت كنت عايز خمسمائة جالك سبعمائة بس لما شاف واحد تاني خد الف قالش ما يعني هو فدي مشكلة عندنا يا عبدالله يا حبيبي لو دايما كل ما اخد قرار اجي اخد قرار دايما حسنا متردد ولما اخده اندم عليه اللي بقى بتصلي استخارة لا طب السؤال بقى ليه ما تصليش استخارة انت عارف استخارة دي ايه عبدالله عارفة ده ركعتين يا حبيبي عارفة ودعاء بتصلي لا 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 سيباك من قبل الدعاء ركعتين اه يعني هنفترض ان واحد مش حافظ الدعاء مش حافظه اه يصلي ركعتين وخلاص صلى ركعتين يا رب اه يا رب وفقني للخير لا انا ما كان افترض اي حاجة مهما هنفترض اسمعني يا عبود انت انسان كبير وناضق هنفترض ان واحدة عندها لعزر الشهر وما بتصليش مهما صح صح حتستخير ربنا برضي يا رب اللهم اني استخيرك بعلمك وما هنقول لا صلي ما عليهاش صلى دلوقت قدما لسه خمس ست يام على ما ما تخلص اجازتها مثلا حتستخير ربنا احنا ما فيش خيبة طرح ما بنستخير ما بنستخيرش حنخيب فخد بالك يبقى في حسد اه في حسد يبقى نأمن نفسنا من ناحية العين والحسد يا عبدالله بلاش ملفتنا تبقى منشورة للناس رقم اتنين نغمض عينينا شوان غض البصر عشان كده القرآن قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم على فكرة كلمة يغضوا من ابصارهم مش بس ان الراجل يغض بصره عن النساء يغض بصره عن الحرام يغض بصره عن عن ما فضل الله به بعضنا على بعض ربنا عطى لناس حاجات ما عوش انا بص عليها يعني انا مالي صح ولا لا يا عبو ده صح طبعا طيب علاج الموضوع ده ايه بقى يا حبيبي علاج الموضوع ده ايه انا شايف انه حاجتين مهمين جدا حاجتين مهمين جدا انت اخد بالك منهم صحبة الصالحين يعني انت دلوقتي انت بتكلمني بحالة لما انا قلتلك وانه بص تحت منك لما بتسمع الكلام ده نفسك بتهدى صح ولا لا صح لما انا قلتلك معلش حبيبي دي طبيعة مرحلة وانت دخل على مرحلة جديدة والطبيعة انك تبقى متوتر شوية اقتنعت ولا لا يبقى رقم واحد صحبة الصالحين ليه صحبة الصالحين اذا نسيت الله ذكروك واذا ذكرت الله اعانوك صح ولا لا لما يبقى لك صحابك طيبين كده بيهونوا عليك اما تيجي تقولوا ايا ده اسختي ااخد انا عندي كمية ورايح درس اخر النهار يقول لك يا عم فيه هي رقية ما هتقوم ركز في الدرس واطلع حل الواجب حتلاقي الدينة زي الفول يا عم دي ساعتين زمن الياه ما ما قامتش سهلها لك مش صعبها عليك شوف ازاي جز الله الشدائد كل خير وان كانت تغصصني بريقي وما شكري لها حمدا ولكن عرفت بها عدوي من صديقي لانه في وقت الشدة بتعرف صديقك صديقك اللي بيصدقك اللي بيقف جنبك اللي بيسندك فيبقى انت محتاج دول يا عبدالله لو حد في شلتك ناكم ومش عاجبه حاجة ومش عاجبه الدنيا ما تقعدش معها ما تقعدش مع الناس المحبطة اللي بيجيب احباط يبقى ده مع الناس رقم اتنين يا حبيبي انك تقوي علاقتك بربنا سبحانه وتعالى اه دي بقى المشكلة اللي انا عندي كل ما اجي اقرب من ربنا ابعي ليه مش عارف اجي مثلا نقرأ قرآن احس ايه يعني حاجة بتقول لي عبد بس تعيش بالله من الشيطان رجيم برضو بنت مش عارف اعمل ايه اقولك تعمل ايه صلي عن النبي عليه السلام عليه السلام انا ليه بدأت باصحابك قبل ما اقولك قوي علاقتك بربنا يعني ربما المستمعين يندهشوا مش انا الاول المفروض اقولك قوي علاقتك بربنا وصلتك بربنا وصلاتك واستغفارك وتلوتك للقرآن وبعدين اصحابك انا ليه بدأت باصحابك لانه بمنتهى البساطة انت لو في شلة طيبة حيقوموك تصلي الفجر وانت على قلبك زي العسل انت لو في شلة طيبة او المأزان العصر يأزن يلا شباب نصلي حتبقى الصلاة سهلة وبسيطة صح ولا لا عشان كده القرآن قال والعصر ان الانسان ايه لا في خسر إلا ايه للذين امنوا ليه استنى بس ليه قال للذين امنوا مش هو بتكلم عن الانسان مش بيقول والعصر ان الانسان لا في خسر كان قال الا الذي امن صح ولا لا مش هو بتكلم عن المفرد ليه قال الا الذين امنوا القرآن كله مفوش اللذين آمنوا ليه قال خليكم مع بعض مش هتبقوا في خسر الشيطان يا عبد الله قريب من الواحد وهو من الاثنين أبعد الشيطان يركب الشخص يسيطر عليه يوسوس له إنما لو إحنا شلة لو إحنا صحبة ما يعرفش ما تبقاش لوحدك ما تبقاش معزول ولما تبقى في البيت بابا وماما وإخواتك يذكروك بالصلي يلا نقوم نصلي يلا يا جماعة الصحبة الصالحة بتبعد عنك الشيطان وبالتالي حتقرب من ربنا لما بتقرب من ربنا شبر ربنا بقول إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه زراعا وإن تقرب إلي زراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته صح ولا لا ربنا قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فكثيرا مع شبابنا أنا ما بخليش نقطة البداية عليه لإني عارف أني عزمته ضعيفة شوية فنقطة البداية إنك تبقى في صحبة بس عتقربت ربنا بأسهل طريقة من غير ما تبزي المجهود واحد مكتائب لإنه الوحده عارف لو في الشغل مثلا وزميله وبيهزروا معاه وبيفوقوا هيطلع من اللي هو فيه عارف ليه الشرع الشريف قال نروح نعزي عشان نبقى جنب أهل الميت فنوسيهم ينسوا ينسوا لما بنروح بيوتنا بيقعد بقى يتنكد عليهم عشان كده أول ثلاثة أيام بنبقى كلنا محيطين بأهل الميت تقريبا ما بنسبهمش اللي هو ما داخلين يناموا ليه عشان نشد من عزميتهم عشان نقوى عزميتهم فاهم يا عبدالله فاهم طبعا فيا حبيبي انت دلوقتي كل ما تيجي تخطو تقع مش قادر تخطو مش قادر تعمل النباتات نوعين يا عبدالله في نبات قائم بذاتي زي النخلة صح ولا لا وفي نبات انت فلح زي حالتي ايه انت فلح زي حالتي ولا من المدينة لا يعني انا اعمل لي بقى انك من المدينة طب يا عم انا فلح يعني عندنا بقى في نبات قائم بذاته زي النخلة ما بنحط لهاش دعامة وفي نباتات بتبقى محتاجة دعامة زي العنب كنا نعمل له تكعيبة عارف الكلام ده لا تعرفوش ها درسناها طب يا عم اه انا بقى درستها وعشتها التجربة دي فالناس كده في ناس كده زي حالتك طيبين زي البسكوتة كده عارف لازم نحطها في علبة عشان ما تتهرسش ام انما مثلا الدوم الدوم ده نعطه واعنا بنشتري من السوق نعطه نعطه تحت خارس نعطه كل حاجة فوقية ايه طبعا مش هيتهري يعني ام صحيح الطماطم لا الطماطم تحط في كيس لوحدها عشان ما تتهراش فالناس نعين بقى في واحد قائم بذاته ويعرف يبدأ عليه نقطة البداية والانطلاق ويقرب من ربنا ويقيم الليل ويصوم اتنين وخميس ويقرأ قرآن واوراد واذقار وفي واحد لا محتاج دعم الاستعانة بصديق فعشان كده انا بدأت معاك من البداية قلتلك الصحبة هتعبد ربنا وحيقربوك من ربنا بمنتهى الهدوء وبدون متبذل مجهود اتفاقنا عبودة حد لو ما لهش اصحاب ممكن يستعين بحد من اهله اه يستعين بأهله بقى برفو عليك ولو ما لقاش حد خالص بقى يروح يشوف له حد يروح المدينة المنورة عبدالله يا عبدالله انا اخر حاجة عايزة اوصيك بها يا حبيبي قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف خليك قوي وبعدين بلاش تقول لنفسك انا مش قادر اصلا انا ما بقدرش انا ما بلاش الجمل السلبية تقولها لنفسك هتورقه وقلم اكتب انا استطيع انا مؤمن رسول الله قال المؤمن القوي انهض يا اخي يعني كنا زمان ندخل المكتب المكاتب او المؤسسات نلاقي الناس كانت بحكم كده في المكتب معلقاها يقيني بالله يقيني المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف استعن بالله ولا تعجز يا ايها الذين امنوا استعنوا بالصبر والصلاة صح ولا لا ارجوكم يا جماعة ارجوكم بلاش تدوا نفسكم طاقات سلبية بلاش نظام انا حظ الي انا كده انا بخد كده انا ما بعرفش اعمل حاجة انا كل حاجة ادخل فيها تفشل انا اقول بلاش الكلام ده بلاش ادي لنفسكم طاقة ايجابية يا رب انا قوي بيك ان شاء الله انا هقدر يا رب انت المعين يا رب انا عارف انك مش هتخزلني يا رب انا عارف انك هتقويني يا رب انا مريشا لانت قال انا نصر الله قريب ان شاء الله فرجوا قريب ان شاء الله الخير جاي بلاش جملة ما فيش فايدة ما فيش فايدة يا اخي خليك في جملة مصطفى لا يأسة مع الحياة ولا حياتة مع اليأسة صح يا عبدالله صح طبعا ان شاء الله تكون كل حاجة واضحة بالنسبة لك دلوقت ربنا المعين بربو عليك ايوة كده يا مستعانو يا الله شكرا لك يا حبيبي كنت مثلا ببقى ماشي انا وحبيبي كده مثلا نكون بنعمل عمرة ولا حاجة وبعدين نحس بفطور ولا ضعف القوة ما السن بقى احنا كبرنا يا حضر ونجي بقى في الساعة كده تحس ان الواحد ايه يعني يا رجله تعبته شوية ولا كانت طواف زحمة ولا بتاع من الجمل اللي بحب بقولها قوي 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 اقول ايه يا مستعانو يا الله فبحث انها بتمنح الانسان قوة كده يا مستعانو يا الله بس الجملة دي تقاله بالقلب قبل اللسان اللي هو الاعتماد على ربنا اللي هو اليقين في ربنا ويجي رقم اتنين يا حضرات لدفع البلايا ولدفع المكروب احنا قلنا رقم واحد استعينوا بالصبر والصلاة طب ورقم اتنين اليقين وثقتك واعتقادك في ربنا سبحانه وتعالى وانك بتستمد طاقة ايجابية هائلة من ربنا سبحانه وتعالى ازاي قل الذي ملأ التشاؤم قلبه رسالة للشخص المتشائم ده مش بس المتشائم ده قلبه اه فل مليان تشاؤم قل الذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الافاقة سر السعادة حصن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الارزاقة ده سر السعادة السعادة لها سر سرها ثقتك في ربنا عشان كده القرآن قال لنا فما ظنكم برب العالمين انت ظنك ايه بربنا سؤال طب سؤال اخر انت ظنك ايه بولدتك تقول لي لا 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 امي حبيبت القلب دي امي يعني غربت امي يواجد لك شعر في امه ماشي يعني انت ظنك حلو في والدتك ومش ظنك حلو في ربنا تبين ظنك ايه في النبي محمد الله مصلي عليك حبيبنا وقدوتنا وتجرسنا وشفعنا يوم الدين وحيسجد تحت العرش ويسأل الله لنا الجنة ويقول يا ربي امتي امتي مش ده النبي عليه الصلاة والسلام طيب رب النبي بقى ربنا سبحانه فما ظنكم برب العالمين خير ربنا قال انا عند ظن عبدي به انت وظنك بربنا سبحانه وتعالى يعني افتحوا افتحوا قلوبكم للطاقات الايجابية افتح الشباك عشان الدنيا تنور بلاش الافلة دي بلاش النظرة التشاؤمية دي بلاش الاحباط بلاش اليأس قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون الضالون ابي يقنطوا من رحمة ربنا عارف من الضالين دول حضرتك اللي انت في الفاتحة بتقول له غير المغضوب عليهم ايه ده استنى استنى هو ايه البداية بتقول له اهدنا الصراط المستقيم الطريق الواضح الذي لعوجاجه فيه انا طريق انت طلبه غير المغضوب عليهم ولا الضالين اه الضالين المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وخالفوا والضالين اللي ضلوا الطريق فرمان بقوله ومن يقنطوا من رحمة ربه الا الضالون الضالون بيقنطوا من رحمة ربنا انما المؤمنون المستقيمون المهتدون المنعم عليهم دول ما بيقنطوش من رحمة ربنا وما بيقسوش في سورة يوسف ولا تيقسوا من روح الله انه لا ييقسوا من روح الله الا القوم الكافرون المؤمنون ما يعرفوش اليأس وما يعرفوش الاحباط وما يعرفوش التشاؤم وما يعرفوش القنوة بالطه بالطه خدوا بالكم بالطه قنوة غير قنوة بالته اللي بالته القنوة الدعاء والطاعة بحب وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بالته كانت مريم ابنة عمران مريم البتول عليها سلام الله امرأة عظيمة طائعة ساجدة لله قانتة راكعة ما شاء الله عليها كانت من القانتين غير القوم القانطين بالطه اللي بيقنطوا من رحمة ربنا اللي عندهم يأس عموما ربنا يبعدنا عن اليأس والاحباط والتشاؤم ويرزقنا التفاؤل وحسن الظن واليقين بربنا سبحانه وتعالى فاصل ونواصل بمشاة الله ابقوا معنا اكرمكم الله انتوا لسه معه خيروا الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز برعاية مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بهية في ظهر كل ست مصرية على نجوم فأم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله مستمعين الأكارم وجددوا لحضراتكم التحية عشان تتقوى وتبقى مؤمن قوي جدا قلنا رقم واحد تواجه الأحداث والمحن والشدائد والابتلاءات رقم واحد يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة طيب ورقم اثنين حصن ظنك بربنا قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاقة سر السعادة حصن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق ده سر السعادة طيب رقم ثلاثة يا شاكيا يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهى هاجها يا اللي بتشتكي من العيال ومن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمناخية صح؟ كل أنت النهاردة تقعد مع حد ومشاء الله يحط لك طبق صلطة مشكل طبق مشكل مشكل اجتماعية ومشكل تعليمية ومشكل اقتصادية ومشكل سياسية كل حاجة يبين لك أن الدنيا بيزة خالص في كل حاجة صح؟ فيا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهجا ربنا بيّن المنهج الطريق اللي تبش عليه يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهجا من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا سهلا هي الجملة سهلا بس التطبيق اللي عايز شغل يعني اتق ربنا يا أخي اتق ربنا ربنا قال كده مش ربنا اللي علمنا في القرآن يا حضرات ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يجعل له مخرجا يعني المشكلة اللي انت فيها تطلع منها طيب ويرزقه الرزق انت عايز ايه تقول له عايز مال حيديك عايز ستر حيسترك عايز شفاء حيشفيك عايز رحمة حيرحمك عايز هداية العيال حيدهملك عايز توفيق حيوفاك ما ده معنى ويرزقه كل ما نقول ويرزقه الناس عقلها يروح على الورق الورق البنك نوت الدولارات والريالات والدراهم والجناهات ايه ده لا 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 دي 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 ملف من ملفات كتيرة قوي الرزق دي حاجة حاجة اعم واشمل من انها تبقى ورق فلوس فوربنا اباني المنهجو يا حضرات يجي واحد اقول لك والله يا عم الشيخ والظروف والاوضاع والدنيا وتقول له اتقرأ بنا ازاي يعني طبعا انا هدي حضراتكم مثال صلوا على النبي يقول والله ما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وقابل كان فيه رجل طيب على عهد رسول الله اسمه عوف ابن مالك عوف ابن مالك الراجل ده الجماعة الاعداء اثروا ابنه ابن الراجل ده والابن ده اللي كان بيسعى على قضاء حوائج ابوه امه بغض النظر حتى لو ما بيسعاش ابنه يعني ابنه الاعداء اثروا ابنه وقعد بقى في البيت وام الولد بتبكي وكذا ابننا يا عوف ابننا قالت لتروح للنبي دلوقتي شوف لنا حل فعوف درح للنبي عليه الصلاة والسلام يا حضرات وقال له يا رسول الله ابني اصراه العدو نهيج بقى عن امه عامل ايه في البيت امه حد موت ابنها ضناها اتخذ منها العدو بقى هيعمل هيعمل ايه بقى في الاسير ده بقى هيقطعه هيموته العدو فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عوف اوصيك بتقوى الله اروح بيتك وتقول لي زوجتك ام الولد اللي اتأثر بقى عليكم بتقوى الله واكثروا من لا حول ولا قوة الا بالله فراح عوف دخل لمراته وقال لها انا جاي من عند سيدنا النبي وقلت له فقال لي انا اوصيكم بتقوى الله واكثروا من لا حول ولا قوة الا بالله قالت له بس ما فيش نوم بقى ازاي انا نصلي بقى ونلجأ لربنا وندعي وفي التالت الاخير من الليل ونقعد الليل كله ونكثر من لا حول ولا قوة الا بالله اللي اتنين ما كدبوش خبر ما قالوش بقى ايه يا سيدنا النبي تقوى ايه دلوقتي رجع لنا الواد المشعف ايه احنا الواد العدو ممكن يعمل فيه لا 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 روح اتقوا ربنا تقوى الله وقال لهم واكثروا من لا حول ولا قوة الا بالله اشتغل العوف وامراته طول الليل صلاة وعبادة وذكر لا حول ولا قوة الا بالله خفوا ربنا ربنا بعث جند من جنوده على العدو ايه جند من جنود ربنا جند كده كده انا عارفينه وجربنا اسمه النوم النوم القى الله على العدو النوم ولا حد تقلب سبحان الله جند من جنود ربنا اذ يغشيكم النوم يجي كده ومن ايتين منامكم بالليل والنهار وبتاقيكم من فضل اية من اية ربنا النوم ما يقدر حد ما يستطيع حد ان يقوم النوم اجراله حاجة ممكن يتجنن يعني لو صحينا واحد كده عدد ساعات معاينا ما نخلنا روش نام ممكن اجراله حاجة جهاز العصب بتاعه اجراله حاجة يحصل له خلل على طول ده في الطب الحديث بقى فيه حاجة اسمها امراض النوم يعني بقى ملف جبير اوي حكاية النوم دي فمن جنود ربنا النوم فقالقى الله النوم على العداء ناموا فقام الشاب الاسير ده خرج من وسط الاعداء فك قيوده وخرج ومشي وطلع برموا عسكرهم وغارج اخرمكم الله لقى شوية غنم فيه في وشه وخدهم بتاع العداء بقى غناء غني ملوه بقى خدهم قبل ما الفجر يأذن دخل على بيته ده على ابوه وامو رجع لهم الولد الاسير ده اللي العدو خدوه اثروه ومعاه غنم بقى وبتاع قطيع من الغنم اعزكم الله عشان كده نزل قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرج زي الشاب ده او ربنا اجعل له مخرج ازاي والاعداء كلهم ناموا ايوه ناموا انا مين اللي ناموا ربنا لا ابو ايه كمان ويرزقهم من حيثه لا يحتسب كان ايه منتهى طموحات عوف ابن مالك وزوجته ان ابنهم يجي لهم لو كان حطت ده الوضع هيجي معاه خروف ولا هيجي معاه غنماية ولا الكلام ده ولا في دماغهم اصلا او ويرزقهم من حيثه لا يحتسب كان ايه طموحات الولد الاسير ده الشاب الاسير انه يرجع للي حضن ابو وامه لا لا ربنا قاله خد دول معاك وانت ماشى اوه رزق ويرزقهم من حيثه لا يحتسب مش من حيثه مش كان مفكر ولا امتكتك ولا مخطط تقوى الله تعمل كده يا حضرات احنا بقى عايزين نقلب الآية بقى عايزين نعكسها لا ارزقوني الاول وخرجوني وبعدين نبقى نتقى ربنا على مهلنا او كل واحد جاي يقولي كده لا بصعم الشيخ انا معروض على شغلانا ايو هيبقى فيها غش وهيبقى فيها رشوة اه يجي يقولك انا معروض عليها بقى مندوب في حتة كده وبندلل لمنتج بنقول كلام مش حقيقي يعني انت مدغش اه وتدليس حرام انت ما اعمل ايه ما هو ما فيش شغل اديك شايف الظروف يا صلاة النبي هو انت عايز الرزق ربنا قال التقوى قبل المخرج والرزق لا احنا عايزين نقلب لا عايزين الرزق الاول والمخرج الاول ما ينفعش هي المعادلة بتقول كده المعادلة طرفين الطرف الاول اعمل انت اللي عليك انك تخاف ربك الطرف التاني حيديك حكتين حينجيك من اللي انت فيه وهيطلعك هيعملك مخرج من الضيق اللي انت فيه وحيرزقك كمان ويرزقه من حيث لا يحتسم شوف ازاي عشان كده ربنا قال في القرآن انت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا شوف ازاي وفي نفس الصورة سبحانك رب قال لي وما يتق لا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسم في نفس الصورة قال لي وما يتق الله يجعل له من امره يسر فاللي بقى بيشتيك بقى الدنيا عسر والدنيا صعبة والنفقات والإرادات والمصرفات والبتنجانات وما يقولك ايه اتق ربنا طب اتق ربنا كل واحد في مكانه يا حضرات بتصومك رباس اتق ربنا اه ما تدقش الناس ما تدقش الناس اللي ماشي جابك في الشارع ما تزعلش الركاب اخد الامور ببساطة شوف ازاي عربنا حيرزقك والله يجي لك واحد كيقولك تعال فاضي يا ستا ازاي اخي موضوع في مشوار خصوصي اللي كنت هجيبه طول اليوم هجيبه في ساعتين هلزق ربنا يا اخي سوق تاكسي اتق ربنا شيخ اتق ربنا معلم اتق ربنا طبيب اتق ربنا يا جماعة يعني الشفقة تم بالمرضة يا دكتور يا دكتور الله يسترق بيعجبني والله دكاترة عرفهم ما شاء الله لك وتقل بلا منبع على الاخت اللي بتودير الشغل في العيادة المريض اللي يجي يدخلي معاه فلوس معهوش فلوس يدخل اللي معاهوش خلاص هنعالج الناس هنكشف مع الناس بفلوس اللي معاه قادر يدفع يدفع اللي معاهوش برضو نكشف عليه وياخد حقه شوف ازاي مهندس اتق ربنا محاسب اتق ربنا محامي اتق ربنا ست بيت اتق ربنا طبيبة اتق ربنا كل حاجة اعلامية اعلامي اتق ربنا يبقى التقوى يا حضرات كل في مجاله كل يعطي على قدر عطاء الله له تعالوا ناخد اتصال سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا بركات اهلا وسهلا ومرحبا شكرا 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 الله يجبر خطرك يا رب ويرفع قدرك يصلح حال نوحالك يا رب والمستمعين كلهم الله يبارك انا كلمتك قبل كده شكرا رمضان من فترة كده و بحب اتمح حضرتك جدا انا 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 على رأسي يا حبيب الله يجبر خطرك يا رب ويرفع قدرك ويصر لك امرك الله يبارك حضرتك دولة عربية ولا اوروبية انا في امريكا محمد الدولارات تبيح المحذرات محذرات حضرتك طب انا انا يعني بنتهز الفرصة باهدي كل حبيبي وصحابي اللي سمعيني دلوقتي من امريكا وعز صحابي هناك والله يا ربنا يكرمهم يا رب يعني بابعثوا اليهم يعني سلاما خاصا من اعماق قلبي وانت من ضمنهم على فكرة يعني الله يبارك الله يبارك حضرتك قل لي سؤالك ايه انا 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 عدت بموقف كده ايه وطبعا اصطلاء من الله سبحانه وتعالى ايه انا متأكد بس اصطلاء في ايه في رمضان ايه اوي يعني باختصار يعني من غير ما لاني وقت يعني وقت البرنامج اللي يعني انا بقالي واحد وعشرين سنة هنا ايه هباءا تقص قلهم هباءا هباءا والله والله ولا حاجة قال عايزة اقول لك لا بس اقب هنا لقطة لقطة العبرة بمن صدق لا بمن سبق من كرم ربنا من كرم ربنا علينا تقول له ده نضيعة توعد وتلتين سنة ما اقول لك لا في لحظة اصدق القول اقلبهم لك اخلهم لك واحد وتلتين سنة جهاد وكفاح شفت بقى انا هقول لحضرتك انا انا هافضلح لحضرتك ليه انا قلت كده اه اتفضل انا قلت كده عشان الموضوع مززنبي انا انا ظلم في ظلم دايما يبقى مرحوش هباء يا حبيبي اه مدرس كافح خمس سنين انه يخرج ولد كويس وما طلعش كويس ربنا كافقه انه كافح خمس سنين كافحت تلاتين سنة لإقامة اسرة ناجحة لإقامة مجتمع كويس للدعوة الى الله لانك تبقى مظلت امان اجتماعي للاهل والاحباب ودي كانت نيتك ربنا هيكفأك على كده ربنا بيكفئنا على الاسباب مش على النتائج انا معاه بس انا سؤالي لحضرتك تفضل انا هقول لحضرتك سؤالي تفضل انا بس دي كانت مقدمت كلامي تفضل انا ايه اللي حصل لي بالتحديد انا في كلال واحد وعشرين سنة كنت بصف تحد قريب مني جدا ايه تطعم ياه وكان ماشي كله اموري في مقص ايه اللي هي الامور بتاعك اي حد مختار عنده ساقة شفر عفار شفر ارض شفر 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 وعمل له توكيل ايه والحد ده قريب مني جدا ايه الصديق يعني هو يا اختي انا للأسف ان انا بقول كذا ايه وتكيل يا شي اني بوجئ مني لا املك شي ايه بعد واحد وعشرين سنة اخت اخذت كل ده مش موجود كل ما امذك والله ولا حتى شقة ولا اي حد خال يا بختك هل مش قادرة سامح يا شي لا 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 استناني بس تقول لي اعمل ايه قلبي قلبي تعبني مش قادرة سامح صليه بصلي ما بصيرش راكعة ربي يعلم طب لما لما انت بتتكلم معها بتقول لك ايه ولا خلاص ما فيش ما فيش مواجهة مواجهة لان اتعرف الموقف فما فيش مواجهة صالح خدت 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 منك كل حاجة كل حاجة هو هو السؤال السؤال لو لو قدر لك لو قدر لك انك تشوف في المنام انه الايامة قامت وجينا وليقيت كل حاجاتك اللي انت عملتها دي هي جبال من الحسنات عند الله عز وجل ده يزعلك ولا هيفرحك واذا دا يفرحني طبعا عند دا يعني اذا انت اذا انت ظلمت واتخذت حد خد اموالك هو ده انت اجرك ضاع عند ربنا ولا ربنا اخذ الحاجات دي اعتبرها لك صدقات بس هو في نقطة هو دا في نقطة دا مش معناه ان احنا نتغضى عن حقوقنا لا الشرع الشريف امرك انك تجاهد من اجل الحصول على حقك صح ولا لا انت انت لك حق الحق احق ان يتبع بتجاهد بكل ما قوتيت من قوة انك تحصل على حقك طيب لو ما قدرتش تاخده فتأكد انه دا رصيد لك عند ربنا سبحانه وتعالى انا فعلا مش قادر اخده لاني ما خدتش اي حاجة افتقى كانت عمياء وعمري ما خدت حاجة حتى لا املك ورقة واحدة وللأسف للظروف اللي احنا اللي انا كنت فيها هنا ما كنتش بانزل مصر خالص كلمة كلمة شوك كلمة شوك كم حرف اه شين واو ثلاثة صح ثلاثة اه ابعد عن الشوك انا دي رسالة بوجهها من خلال مشكلتك للمجتمع كله اللي سمعني دلوقتي شوك الشين شراكة شين طول ما تبعد عن الشراكة تبقى عايش كويس ليه هتقول لي لا ما فيه ناس بتعمل شركات مع بعض ايو انا بكلم على السواد الاعزم انما ربنا قال وان كثيرا من الخلطاء الخلطاء اللي هم الشركاء يعني لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليلوا ماهم صح ولا لا طيب ادي الشين الواو وكالة يعني ايه وكالة ما توكلش حد الانسان العائل ما يوكلش حد توكل ليه ولما تيجي توكل وكل توكيل خاص في لقطة معينة في حاجة معينة بس اخر حاجة في الشوك ايه الكاف كفالة ما تضمنش حد بلاش نظام ايه لا لا انا اضمانو برقابتي لا ما تضمنش حد برقابتك احنا في زمن خربت في الزمن صح ولا لا ايه حد يقوللي انا متقدم عريس لبنتي فلان الفلان اقول لك اضمنه برقابت اضمنه اياه وانا كنت عيش معاه ايش عرفني بيا شفت الكلمة انا ما حضرتك بس اعمل ايه يعني هزي سامح فين العيلة فين العيلة فين العيلة فين الناس أنا والدي والدي في متوفرين من زمان وليه أخ كبير واحد ما بيد حيلة طب أختك دي مش لها زوج للأسف محدش ملهاش كبير يعني حاولت بكل ما قتيت من قوة ما انتش قادر كل ما قتيت من قوة ده 21 سنة كلهم راحوا والله العظيم والله ويعلم الله اني لا أملك شيء بل مديون بعد 21 سنة شاء يا حبيبي خلينا أسألك سؤال تاني هو أنت كنت داخل معاها شراكة في حاجة في كل حاجة دي شراكة شراكة وطلع أني مفيش شراكة لا لا استنى بس موكلمة شراكة دي احنا ما نعرفش إلا حصل هتيجي تقولك أنا خسرت الفلوس أنت مش كنت بتشيل عندها فلوس أنت مش كنت بتحوش معاها صح؟ مضبوض دي نظرة أخرى يا حبيبي دي نظرة أخرى تماما أنت حضرتك مع احترامي ليها يعني ربنا قالوا لا تقضي الصفاء أموالكم أنت كنت بتشارك واحد مش عارف حاجة خسر المركب كلها أنا 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 ظننت في بداية المكالمة أنك أنت كنت موكلها بتحول لها خمسين ألف دولار اتفعلنا قصة شقة في العاصمة الإدارية الجديدة فخدتهم كلتهم ده ده يبقى سرق عيني عينك إنما ده حصل إنما ما هو من ضمن ده برضو ممكن تقول لك الشركة اللي إحنا عملناها سوا مديونة بمئة ألف دولار وإنت من حقك تدفع خمسين فأنا خدت الخمسين اللي إنت كنت بعتهم لإصر الشقة الحكمة والإنصاف بتقتضي مني إن أنا فكر برضو من الناحية التانية شكلها إيه فهمتني إزاي فهي ممكن أنت تعبك وشقك روح ربما لإنك اخترت شخص غير مناسب إنك تعمل معاه شراكة ومش عارف يعني شراكة يعني لو جي أخويا بره دلوقت يقول لي يا رمضان أنا أبعط لك كام ألف دولار وإعمل شركة أقول لا أعرف أهمش في الكلام ده أنا راجل شيخ أنا شعرفني يعني أصح حاجة بسيطة أشتري حتة أرض وزراعها يا عمي أزراعي أنا مش فاضل للزراعة دلوقت أنا كنت فلاح سابقا أنت أاخد بالك يا حبيبي فهنا الوضع اختلف فيه هنا الحق اللي أنت بتتكلم عنه ده فيه حق فيه شبهة يعني إيه فيه شبهة ما هوش حق محد أنت ما قلت لاش عيني دول معاكس أمانة أنت قلت من ديها شراكة وهي بقى بتقول ده أنا خسرت كل حاجة صح طب هنعمل إيه بقى هو ده اللي احنا بنقوله للناس والناس بتزعل مننا بنقول يا جماعة الشراكة بعيدوا عن الشراكة يا جماعة طالما أنت مش عارف اللي قدامك ما تشاركوش إحنا عندنا مشكلة كلنا عايزين كل واحد فينا عايزي بقى بيزنسمان أنا عشان نجحت في الأزهر الشريف ممكن أبقى أبقى تجر ناجح مش بالضرورة أنا على المستوى الشخصي أبقى أشتري يعني سهل أو يضحك على الله ما صلي على النبي يعني فهنا المسألة أنصحك بقى أنه أنت معلش حضرتك أنت اخترت حد من أهلك وشاركته والشخص ده كان غير مناسب للشراكة ففي خطأ من الجانبين وعلى فكرة ده بيحصل كتير في مجتمعاتنا دلوقتي للأسف الشديد بيحصل وارد أنه يحصل حد قاربنا بره ونقوله بص بقى دلوقتي وسوق العقاري وإحنا لو اشترينا حاجة ومش عارف إيه وكلنا عايزين نبقى تجار يعني والتاني بره ما يعرفش أي حاجة وثق والمسألة يقول ادي العيش لخبازه ولو أكل نصه وإحنا ما ادنوش لخبازه فبوز لنا العجين كله ما طلع ليش ولا رغيف سليم فالتصوري أنه ده اللي حصل في حالتك خلاص استعود ربنا يا ابن الناس وربنا عنده العوض والله في لحظة ممكن يعوضك الواحد وعشرين سنة دول ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب أنا بتمسك بالدعاء وبالصلاة بس أنا رمضان عبد المعز اللي بيكلم ساعتك ده أنا لو بعدت واحد يقضي لي مصلحة غير مؤهل وما قضيتش ما بزقه لأنا اللي اخترته غلط معلش مش هو الواحد اللي غلطان أنا ما كانش المفروض أبعث سين ده اللي يعمل الموضوع ده أنا اعتمدت على سين وده لا يعتمد عليه دي غلطتي فطالما الخطأ مشترك خلاص عفى الله عما سلف أنا أشكر انت حبيبي وفي أول مرة تنزل مصر ضروري توريني وجهك الكريم الله يبارك الله يجبر خطرك ويرزقك ويوسع رزقك ويصلح حالك ويقضي لك حوائجك ويطيب خطرك يا رب ويرزقك العفو والسماح إن شاء الله الله يبارك فيك شكرا يا حبيبي شكرا أنتصالك سريعة ممكن هي يا فندم أنا كنت عايز أسمع من حضرتك حاجة بس سريعة وأمر يا حبيبي فضل حضرتك في رمضان اللي فات كان فيه برنامج على الراديو لحضرتك وكتب البروم بتبقى البرنامج بتبدأ فيه أنا فاكر كويس جدا بشيء بيقول بحسن الوعظي تمتلك القلوب أيوة وصخر الطبع من لين يذوب أنا عايز أسمع ده من حضرتك حاضر الله يبارك فيك شكرا لك يا حبيبي يا سلام شكرا فكرتيني جزاك الله خيرا وإحنا بنتكلم يا حضرات عن خير الكلام بحسن الوعظ تمتلك القلوب وصخر الطبع من لين يذوب فاللي بيبعد عنك ده بقى لو واحد بيبعد عنك فبتقول له ألا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب يعني ما تبعدش عني ده أنت أخوي أو حبيبي ده أنت صديقي ده أنت شريكي في الحياة شوف تقول للناس ديت اللي بيعزفوا عننا أو اللي بيعزفوا عننا أو اللي في غربة قلوا لا لا هلا رجعتم ليه رجعتم قال لك فإن الله يقبل من يتوب تحية من أعماق قلبي لكل أهلنا اللي في الغربة أنا عارف أن الغربة كربة ربنا يعينكم ويقويكم ويقبر خطركم ويصر لكم أمركم كل حبيبنا اللي في أمريكا واللي في كندا واللي في استراليا استراليا دي بعيدة قوي كان جايلي دعوة سافر استراليا ويقول يا ربي لا لا دي بعيدة جدا هما لو قربوها ناحيتنا شوية كده لو قربوها ناحيتنا شوية الوضع يختلف يعني على أي حال ربنا يفرش كرب المكروبين وأسأل الله أن يقضي الدين عن المدينين كما أسأله سبحانه أن ينصر إخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي السودان وفي كل بقاع الأرض إخواننا في العراق إخواننا في الليبيا إخواننا في سوريا عارف بتلاقي إخواننا في بلدان كثيرة جدا كده حسنه في نزيف فأسأل الله أن يحقن دماءنا أسأل الله أن ينصر الإسلام أسأل الله أن يرد الأقصى إلينا أسأل الله أن يمن علينا بالنصر العزيز المؤيد والمؤذر اللهم لا تقطع عنا مددك ولا تكشف عنا سترك ولا تسلب عنا نعمك ولا تنسينا ذكرك اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود اللهم يا قوي يا متين أنصر عبادك المستضعفين واشف مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا اللهم عافي مبتلانا اللهم عافي مبتلانا اللهم لا تخيب رجاءنا ربنا وتقبل دعائي أرحم الراحمين وما تنسوش مستمعين الأكارم سنة رسول الله قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فمن قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين مازال عندنا متسع من الوقت لمن لم يقرأها فليقرأها الآن كذلك الاكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام ومسك الختام وبدر التمام وحبيب الملك العلام سيدنا النبي عليها الصلاة وأزكى السلام وما تنسوش كمان الساعة اللي قبل غروب الشمس فإنها ساعة إجابة أكثر من الدعاء فيها وما أجمل أن أختم بحصن الوعظ تمتلك القلوب وصخر الطبع من لين يذوب فقل للمسرفين ألا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب صل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتم معه خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز برعاية مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بهية في ظهر كل ست مصرية على نجوم أفقام نجوم أفقام على كيفك